موسيقى كانوا هناك عندما قررت مصر مصيرها كانوا جنود الثورة ووقودها أبطالها ونورها ونارها واجهوا الجماعة الإرهابية انتفضوا عليها وكشفوا زيفها انتظروا المخلص وعندما ظهر أكفوا باسمه تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤفر واليوم يتحدثون عما فعلوه وشاهدوا وشاهدوا عليه إنهم شهود تلاتين يومين شهادات للتاريخ أهلا بكم هو كاتب ومفكر كبير دائما مصدر ثقة وسقل اقترب فعرف ولما أدرك أنه لن يكون هناك وفاق بينه وبين حكم الجماعة الإرهابية قرر أن يستقل أن يعتزل ينحز دائما إلى الدولة المصرية يعرف قيمتها ولذلك يعمل من أجلها دائما إنه الكاتب والمفكر الكبير والوزير السابق دكتور سمير مورقص سمير مورقص هو مفكر سياسي تم اختياره ضمن الفريق الرئاسي للرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكم جماعة الإخوان ليعد مورقص أول قبطي يتولى منصب مساعد رئيس الجمهورية تقدم مورقص باستقالاته رسميا من مهام منصبه كمساعد للرئيس المعزول وذلك اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي واعتبر مورقص أن قرارات محمد مرسي تعوق عملية التحول الديمقراطية استقال سمير مورقص من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور معترضا على تشكيلها حيث شارك في اجتماعات جبهة الثلاثين من يونيو أهلا بحضرتك أهلا بجيك دكتور معم يعني في شهادتك على تلاتين يونيو اسمح لي أن احنا نبدأ قبلها بشوية يمكن بشوية كتير لأنه حضرتك من اهتماماتك الكثيرة في كتاباتك عن الدولة المصرية وعن الدولة المدنية وقضايا التنوير بيجي دايما في قلبها التيارات المتأسلم إذا جاز التعبير أنا عايز أتعرف على ملامح معرفة حضرتك بجماعة الإخوان والتارات السلامة الأخرى قبل أن تكون في المواجهة بعد 25 يناير أولا بحييك على هذا البرنامج شكورك فانت عشر سنين من 30 يونيو بالتحديد لأنه هيكون أظن من متابعتي الأولية هيكون مصدر يعني كثير من اللي هينقبه على المرحلة شوف إحنا من جيل أنا بسميه جيل التوترات الدينية اللي هو جيل السبعينات إحنا يعني الوعي ابتدى يتفتح في ظل أزمة واحتقان وتوترات دينية محتقنة مطلع السبعينات وعشناها في الجامعة بشكل أو بآخر يعني وبالرغم من أنه بعد ووصلنا الزروة مع اختيال الرئيس السادات في 81 وبرغم من بعض منقول التليين السياسي إذا جاز التعبير في المرحلة ما بعد 81 وحضور حزبي متنوع وكان في القلب منها وربما ده يكون الإخوان المسلمين كانوا شبعات بشكل أو بآخر هما دخلوا انتخابات 84 حملهم الوفد إلى البرلمان في التحالف الأول وبعد 87 ما بين الوفد والعمل والأحرار ثم بدأوا في الحضور السياسي منفردين ربما من انتخابات 95 البرلمانية فهما كانوا بدرجة نهم بأخرى كانوا فيه طرف في المعادلة السياسية خلال الفترة دي كلها وكان الظروة فيما أظن انتخابات 2005 لما حصل فيها 88 مقعد ويبدو لي واحنا يعني أنا فاكر كويس قوي في 2005 بعد ما كذبوا لـ 88 مقعد حصل كلام انه يبقى فيه حوار حوالين ايه اللي بيخوف الناس من الإخوان من الإخوان بديدا الأقباط وأنا كتبت الورقة النقاشية وحددت خمس مخاوف مخاوف بالضبط ده كان في إطار الحوار ما بينهم وبين الأحزاب مع بين الأحزاب وقوة سيساء المجتمع المدني بالضبط ده الحوار اللي كان حزب التجمع ورفضه آه لا 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 ده كان حوار هو ده الحوار العام آه هو خرج منه بالتحديد حوار يتعلق بمخاوف الأقباط من الإخوان كانت ايه للخمس نقاط دول على ما أذكر يعني أول حاجة طبعا موقف قضية المواطنة ماذا عن هل الأقباط أهل زمة هل الأقباط معطنين من الدرجة التانية أم معطنون بالكامل الأهلية هذه واحدة بناء الكنائس كان واحدة من الإشكاليات لأنه عندهم فتوى شهيرة آه طبعا في مجلة الإخوان آه الخطيب الشيخ الخطيب آه وحطت ثلاث احتمالات ثلاثة عجيز لبناء الكنائس وموضوع الارتداد فكرة الردة الى آخره كان فيه خمس إشكاليات طبعا قضية المواطنة وأنا ساعتها فاكر جبت نصوص من نصوص من كتابات الأخوان آه يعني في كتاب الرسائل له نص شهير آه وكتبته وقتها وقلته وكان مصدر إزعاج يعني لأنه تعرف ما تقرج نص من صحيح آه لا بأس لا بأس من الاستعانة بغير المسلمين في غير مناصب الولاية العامة عند الضرورة آه يعني طب يعني المناصب مناصب غير الولاية العامة وعند الضرورة وعند الضرورة طبعا وماذا إذا لم يعني تأتي الضرورة يعملوا هي بالزبط يعني وده نص يعني قالك ده نص قديمة بس طبعا أنا حبيب أعرف النقاش يعني ردودهم ردود ما كانتش ما كانتش ما كانتش حاسمة آه وللأمانة كان في محاولة من الدكتور محمد حبيب يعني ربنا ده نص صحة آه وإنه يبقى فيه نوع من التجديد الداخلي آه فيما يتعلق بقضية المواطنة ويبقى فيه اجتهاد حقيقي فيما يتعلق بمواطنة وخاصة أن الخبرة المصرية آه أنا بسميه إسلام الخبرة المصرية آه اللي هو جاه الإخوان انحراف عنه منذ 28 آه ثم سيد قطبو وجماعات الأخرى اللي خرجت عنهم آه أكثر تشددان فيه إسلام الخبرة المصرية إسلام الخبرة المصرية حل الإشكاليات دي كلها آه يعني في كل ما اللي أنا ذكرت فيما يتعلق بمواطنة ما يتعلق بدور العبادة ما يتعلق بطريقة الاعتقاد الإمام الليس بن سعد سألوه عن بنا الكنائس في القرن العاشر قال لهم ده من زينة الدنيا وعماراتها آه انتهى الموضوع آه انتهى الموضوع اعتبرها يعني حالة معمارية يجب مدام جميلة تبقى وتوفد ما هو عايز أقول حضر لك أنه اللي يسي بدي ساعد هو تكسيد للخبرة المصرية بالضبط كده خبرة الإسلام المصرية آه أنا بسميه إسلام البراح آه إسلام الخضرة آه راجل كان من الأليوبية إسلام النيل النيل آه يفتح الشباك صحيح يقينا كان يفتح الشباك خضرة على مرمار بصر ونهر النيل وده فقه مصري خالص والإمام الشافعي قال يعني هو طايلر بعد ما عارف أعد اعتبار لي كثير من قراءه صحيح فده إسلام الخبرة إسلام التغطال إسلام محمد عبده إسلام شلتوت شيخ شلتوت ما حفظ الألقاب طبعا إسلام عبد المتعال الصيدي آه عبد العزيز كامل مجددين الكبار هم كانوا مروغين أو غير حاسمين في الرد على هذه الإشكالية وأنا أظن أنهم فيه إشكاليتين حقيقياتين لديهم هو انخراطهم في العمل السياسي لفترة زمانية جعل الجانب الفقهي والتجديد الفقهي يتراجع أو يبقى في درجة تانية هو لم يكن منهم فقيه ولم يكن منهم عالم على استطلاق تصدرت العمل السياسي ممكن حتى القراضوي لأنه خرج يعني كان من مصر آخر لكن هما هي فكرة أن أنت أجلت حسمك لكثير من القضايا وإحنا لما نتكلم لاحقا تبين أنه في الواقع العملي لما أنت مارست العمل السياسي وتوليت السلطة ما قدرتش عمليا يعني تتعاطى مع الإشكاليات اللي كانت مصارمة صحيح يعني أنتوا أبناء اللي هو زي ما قلت عصر التوترات الدنيا اللي كانت في القلب منه جماعة الإخوات طيب هذا الحوار انتهى إلى لاشيء لاشيء طبعا إلى لاشيء هل جارت مناقشات أخرى بعده أو محاولات لا ما حصلش ما حصلش إلا بعد 25 يناير نوصل 25 يناير بعد 25 حضرتك كنت راصل تواجدهم إزاي في الحدث الكبير ده من تعرف حضرتك بعد 25 يناير يعني مثلا بعد استفتاء في مارس 19 مارس الحضور الديني المفاجئ في استفتاء 19 مارس وحضرتك عارف بغزوة الصناديق بغزوة الصناديق هنا عملت انتباهة أو جرس انذار إلى أنه 25 يناير اللي هي ملك الجميع ملك الجميع كان مختطفا يعني في حاجة خلل ما بشكل أو بآخر وأنا هحكي حاجة مهمة هنا فتر دكتور ريح الجامل رحمه الله كان مسؤول عن حاجة اسمها مؤتمر الوفاق القومي وهذا المؤتمر للتاريخ وربما أشير لكتاب عمله دكتور وحيد عبد مجيد في توصيق لعمل هذا المؤتمر كان في محاولة لعمل يعني أوراق دستورية تسهم في عمل الدستور المصري الجديد فكان في غاية الجدية والإبداع الدستوري فيما أظن يعني وأنا إذا كتبت عن ده حقول هذا الكلام لإني شاركت فيه بشكل أو بآخر هذا الجهد سلم إلى الدكتور علي السلمي ربنا دي له الصحة فيما عرف بوسيقه السلم اللي هم عملوا جمعة قندهار ضده أنا هحكي قصة فضا 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 وأغلب يعني عدد كبير منها موجود يعني الدكتور علي كان حريصا على أنه يعرض النص على كل القوة السياسية والوطنية وكل مؤسسات الدولة الدولة العميقة زجاز التعبير وحصل التعديلات وتصويبات وكذا إلى آخره ومن أول الحركة العملية الحركة الفلاحية اليسار المصري السلفيين والإخوان المسلمين الجميع والليبراليين طبعا وأنا فاكر وكان فيه لجنة في الظل كده وكانت يعني بلا مقابل يعني كان فيها التهاني الجبالي رحمها الله والدكتور أمونة زفقار والدكتور وحيد وأنا وعمر حمزاوي يعني مجموعة بنساعد في الأعمال مع الدكتور علي وأنا فاكر في يوم جم بعض ممثل الإخوان كان الدكتور مرسي وكان الكلام ده في يوليو وأغسطس أو تحديدا رمضان إذا أنا فاكر كويس نكون بنعمل جلسات قبل الإفطار وبعد الإفطار رمضان 2011 هو كان جايب بقى كرئيس الحزب حول العداد الزبط كده 2011 رمضان 2011 ومش تقريبا هم وفقوا على النص بالكامل كاملا لو على وثقة السلم بالكامل بالتمام فيما عادة ملاحظة وحيدة أنه يبقى فيه ديباجة صغيرة توضح اللقطة نفسها أو اللحظة التاريخية وأمر لا يضر يعني لا يضر والنص وهم وفقوا عليه بالكمال وكان وفقوا بعد موافقنا ووفقوا وإلى آخر وفقنا في الثاني يوم في الجرائد وفي الصحبة المصرية إن الإخوان يعترضون على النص الدستوري رغم وانا ما فهمناش ليه وكان مسألة ما فيهاش أي ضغوط من أي نوع يعني هم وفقوا برضاهم زي ما بيقولوا لا لا مين هيرا أنا أنا أي سلطتي أو قدراتي أو دكتور رحيد الأسماء دكتور علي حتى صحيح هو كان نائب رئيس وزراء لكن لا يملك برضو في الضغط عليهم يعني أي نوع الضغط اللي ممكن يمارس أو يستخدم وهذه وقع وهذه مسألة يعني لفتت نظري وكان الواحد أنا أنا باعتبر نفسي يضيفها على السياسة دايما يعني أنا أستدعى يعني إذا 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 ممكن أعمل حاجة مفيدة فأنا أنا ساعتها حتى حاولت أفهم يعني يعني طب طب أنت ممكن يعني تعفو زلط تعفو زلط تعفو زلط أي نوع يعني أرجع للقياة لكن هو وافق بالكامل ذكرت اسمها وإذا ثم فجيتوا إن هما بيقولوا لا إحنا رفضين في اليوم التالي وبيشاركوا في تنظيم مليونية ضد الوسيقى إنه في موقف من وانا كنت شايف الدستور الوسيقى بشكل عام هي تعبر عن التوافق المصري في عمومه لكل الطائرات السياسية بعد التصويبات والتعديلات وإلى آخره وده نص ظلم في تاريخ مصر الدستوري وفي تاريخ الحركة الدستورية لكن إدى إشارة ما إنه في شيء ما يعني مربك أو يعني في المصار هنا كان بيتكشف بقى ليك ميدانيا فكرة هذه الجماعية أنت تعرفها من السبعينات وقريت أدبياتهم أدبياتهم أنت هنا بقى في مساحة السلطة أنا تعينت نائب محافظ للقاهرة في أغسطس 2011 كان ظروف التعين ديفا ظروف التعين برضو واحدة من الأسباب إنه طبعا جرى العرف في الفترة السابقة إنه يبقى فيه خلينا أقول بوضوح كده ولو إني ما بحبش الفكرة واللقطة والكوتة والكلام ده إنه يبقى فيه محافظ قبطي اللي حصل إنه المحافظ في التشكيل الوزاري الأول ل عسام شرف عسام شرف الأولى كان فيه محافظ قبطي عين على قنة لكنه لم يتمكن من دخول المحافظة لأنه الطيار السلفي رفض عاقة دخوله إلى أعيد تشكيل الوزارة دكتور عصام في يوليو 2011 بالتبعية تشكيل المحافظين فأغلب الأقباط الذين عرضوا عليهم منصب المحافظ رفضوا رفضوا أو بتأثير مشهد إنا بتأثير مشهد إنا في التشكيلة الأولى لإعصام شرف اللي أظن كانت في إبريل 2011 وكان في مستشار جليل محمود عطية في محافظ وزير التنمية المحلية أنا فاكر وكنت في مكتب علي السلمي في ذاك الوقت برضو في موضوع الوثيقة وكلمني قال لي فلان حركت بس أنا أنا يعني مش طموحاتي أو حتى الخط بتاع أنا عرض عليها الوزارة بتاعت عصام شرف في التانية وأنا اعتذرت له قلت له أي حاجة قدر أساعد بيها وهو طبعا ربنا ديله الصح حي يرزق وهو الراجل يعني قلت له يعني يعني أنا أعرض أساعد يعني في أي حاجة عايزين أفكار لكن بلاش الوزارة خليني أنا يعني فجات حكاية المحافظة عرض علي وقال لي قال لي بوضوح مستشار محمود عطية محمود عطية كان وزير تنمية محلية في ذاك الوقت ورجل فاضل وأنا معرفش شخصيا بالمناسبة ولم نلتقي إلا في حلف اليمين لاحقا أنا حلفت اليمين قدام المجلس العسكري كان مشير تنطوي رحمه الله ورئيس الوزراء كان يصام شرف نائب نائب المحافظة القاهرة نائب المحافظة القاهرة فقط أنا اللي حمسني واللي شجعني وبعد مراجعة ناس كسيرين أنه خوفا من أنه سبقة حضور القبطي في داخل يعني حفاظا على أنه الدولة الوطنية المصرية بما تمثل من تنوع لازم تكون حاضرة ودي كانت الفكرة الأساسية وما يتقلش كمان أنه لما هو ما هو بيطارد هو الناس ما بتشاركش فأنا قابلت بهذا المعنى وكان التجربة السريع امتدت قد إيه سنة كاملة سنة كاملة طيب إحنا بنتكلم على أغسطس 2011 2011 كان خلاص الإخوان بدأوا يبين سيطرة بعد كده على البرلمان انتخابات البرلمانية اه البرلمان وفي نواب وانت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية هنا كان فيه تعامل مباشر اه كان فيه تعامل مباشر يعني درارس وديف تكرتها الفترة اللي فاتت وأنا بحضر للحضور هنا مواقف ظريفة كده وطريفة بس هي عاكسة أولا مثلا على سبيل المثال اكتشفت أنه عملوا نوع من أنواع اللي بيسموه استجواب اه أداء من الأدوات البرلمانية استجواب وأنا مش ضده طبعا متحمس اكتشفت أيضا أنه هذه الاستجوابات كانت يعني كيديا شكلية يعني مش في موضوع فأنا تمنعت عشان أكون أمين وكنت بقى بعت حد من رؤساء الأحياء لأن شعرت أن فيها نوع من يعني من مدايقة يعني من الكيدية وابتزاز وطلب خدمات مباشرة من نواب الإخوان يعني كم مرة يعني مرتين على الأقل حصلوا معايا وأنا يعني قلت مش هحضر فما كنتش بتروح استجواب جدي وأنا زي زي غيري وأنا من العكس إحنا وإحنا برا العمل السياسي كنا نقول إن المسؤولين لازم يروح البرلمان وأنا عنديش تناقض في الحكاية يعني عنديش الحاجة التانية طبعا أفتكر إنه في شخص أحدهم أحدهم أحد من قيادات الجماعية لا من اللي رفض السلام الجمهوري في البرلمان أنا مش فاكر إسمه أنا فاكر كان بيحضر لمبنى المحافظة ممكنش بيرضي يخش مكتبي عشان انت أبطي فصر كيف مشيتي لكن لاحظت الحكاية دي إنه بالصدفة أخرج ليه قاعد برا طب تفضل يا سيد النائب يعني حسيته إنه مش عايز تعمل معك مش قابلها ودي يعني حاجات تعرف برضو إحنا ككتاب أو باحثين أحيانا مش ممكن تتخيل أو تصدق أشياء أو بتتحكي لك أو بالزبط يعني لا تتخيل ممكن توصل ملسلة كده لا تتختبرها فأنت اختبرت الحكاية دي دي وقعة حقيقية طبعا يمكن وقعة تالتة من أجيال جديدة من الإخوان كنت أتصور من شباب الإخوان هما نجحوا في الانتخابات البرلمانية وكنا كنت داري الشمال أنا فاكر مرة بعثلي حتى بطريقة غير لائقة إنه نبعت ننظف الشارع من القمامة ودام بيته ودام المنشأة اللي بتاعته من النواب من الشباب أنا طبيعي بعمل الحكاية أي مواطن عادي أنا كانت نمرتي الموبايل بتاعي معروف مثلا نص احنا كنا المنطقة الشمالية سبع أحياء الساحل ورود الفرج والشبرة والحدايا والزاوية الحمرة والشرابية والزاتون سبع أحياء ستة سبع مليون فأنت كنت سايب تليفونك لا مش سايبه أنا يعني تعرف بسبب أو لا أنا معرفش تعرف إزاي أنا كان أي حد بيتكلمني يقول لي مثلا لمبة العمود النور فورا إن شاء الله الساعة حتى يروح بنيدي أمر الناس تنزل ودي كانت خدمات بسيطة جدا لكنها كانت فرقة مع الناس بشكل غير طبيعي غير طبيعي فأنا لقيت الشخص أنا حسيت حكاية يعني أنت في موقفك ده في لحظة استثنائية في مرحلة مرحلة استثنائية في تاريخ مصر يعني لا يجب أن تتعامل معا إحنا يجب أن نتعامل معا في خدمة في الخدمة مش إنك مش إن أنت جدت دولة تبقى في خدمتك وخدمة البيت وخدمة الشارع أو في حالة طبيعية هقبلها أنا شعرت إن فيها نوع من يعني يعني التعالي التعالي على ابتزاز على اختبار يعني كيف ما شئت وحط من مفردات ومراضفات يعني أنا بعملها للموطن العادي بس أنت بالذات أنت ما فرض تساعدني أنت كنت بتشعر أنه بعض النواب منهم بيحاولوا إفشال تجربتك يعني نائب محافظ للقيرة يعني شعرت ده بحيث إنه هذا الإفشال يصبح حجة بعد ذلك شعرت ده شعرت بشكله وبآخر يعني لكن يعني هو اللي فرق هو حب الناس يعني ما حصلتش مواجهات في هذا الإطار لا لا أنا بطبيعتي كنت في مواجهات ما بتصيرش درجة الصدام لا أنا مش طريقتي وبالذات يعني أنا دايما عندي قناعة أنا رجل عشت طول عمري في مصر هعيش فيها لغاية ما موت وبينيديك صح وعمري لا فكرت ودايما بقول لا عمري فكرت في فكرة ولا عمري اشتغلت بره مصر وبالتالي أنا دايما عندي قناعة فكرة التواصل وبناء الجسور مع الجميع ويمكن أنت عارف أنا علاقتي بكل الطيارة السياسية صحيح وبآخر بدرجة وبآخر يعني مش لا أدعيها ولا أصطنعها فأنا كنت دايما بحس أنه مش لازم أوصل للقطة الصدام لكن يكفي أنك أنت تنكش بلطف يعني تقول نكشة لطيفة كده يعني تشعر يا سيدي معقول نائب يفضل قاعد كده ما تيجي تفضل ايه يعني المشكلة هبزا بتاعه ولا ولا المشروبات بتاعت النصارى مثلا وأنا لإني عندي فكرة يعني كنت بتحاول تلطف الموضوع يعني مش كده يعني مش للدرجة وبعدين لإني كمان عندي فكرة عن النصوص وعن يعني آري يعني طبعا في المساحة دي فأنا مش دخيل عليها ولا متطفل عليها يعني ده يعني ده يعني أعرف يعني ايه مين اللي صاحب الفتاوى المهمة ومين اللي كذا يعني أنا شايفك يعني أنا ودايما أفخر ما أسميه بإسلام الخبرة إسلام محمد عبد وأنا متنسج وكده أنه هو خارج إطار إسلام الخبرة المصري بالزبط كده آه أنه هو لما ياخد هذا الموقف بالزبط هو اللي برا الشرعية الدينية آه مش أنت مش أنا آه مش أنا مش أنا فهي يعني كان فيه ناس بتلقوا بتحترم ده وتقدروا بس فيه ناس للسبب أن أقول آخر لموقف سياسي آه لكن على أي حال دي كانت لقطات في ده في التجربة في التجربة بالنسبة لك آه ما كانتش ضخمة لكن لها دلالة لها دلالات وحاولنا يعني نتجاوزها لصالح البلد يعني لصالح البلد في فترة ما توقفتش عن ده لا 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 وخد بالك احنا كنا بنشتغل وانا دايما بولكم على بابا الله الشرطة كانت أو الأمن كان منشغل في مساحات أخرى وإحنا يعني كنا فعلا في ظرف استثنائي طيب حضرتك فضلت نائب لمحافظ القاهرة لغاية أغسطس 2012 يعني حضرتك كنت موجود في منصب تنفيذي أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية في 2012 خلينا نقف عند هذه النقطة واخد شهادة حضرتك على هذه الانتخابات من نظرتين نظرة المسؤول التنفيذي ونظرة الكاتب الرصد بعد الفاصل فاصل ونعود لاستكمال هذه الشهادة التي نوسقها للكاتب الكبير الوزير السابق دكتور سمير مرقص على 30 يوني ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم من جديد نستكمل سويا توصيق هذه الشهادة للكاتب والمفكر الكبير الوزير السابق دكتور سمير مرقص على 30 يونيو وما قبلها وما بعدها دكتور سمير احنا وصلنا انه الانتخابات الرئاسية في 2012 بتجرى وحضرتك مسؤول تنفيذي نائب لمحافظ القاهرة كيف ترصد هذه الانتخابات اولا من عين المسؤول التنفيذي ومن عين الكاتب والباحث الانتخابات دي لازم نبقى شايفينها انها جولتين الجولة الاولى اللي هي كان فيها مرشحين كثيرين عدد ضخم عدد ضخم من المرشحين وانا رأيي انها من اهم انتخابات في تاريخ مصر ولم تدرس بعناية وتم القفز عليها لسبب اولاء اخر يعني لانها كان كل الوان الطيف المصرية في الجولة الاولى من الانتخابات وعكست بالارقام هذه الالوان بشكل او باخر تتفق او تختلف مع مرشحين بعينيه مع اسم بعينيه مع طيار بعينيه ده موضوع تاني اه انا بتكلم كباحث من الخارج الانتخابات دي المصري العموم المصريين صدقوها وزي ما صدقوا استفتاء 19 مارس 2011 وكان فيه نوع من الحماس الحقيقي اللي هو اه وانا رأيي انه انه مشكلتها هو انه كل لون كان بيمثل بشخصة فيما عادة الطيار الديني ويبدو لي انه كان يعني يبدو لي انه كان مطلوب انه بفيه اكتر من شخص بيمثل الطيار الديني وده اللي كان مطروح يعني كان هما لما طرحوا خيرات وبعدين طرحوا مرسي وبعدين كان فيه لا وفيه عبد المنعم في نفس التوقيت اه وفتوح وكان فيه سليم العوة طرح نفسه كان فيه حزم صلاح ابسماعيل يعني يعني انا فكرتي هنا انه انت في اللحظات من هذا النوع مش محتاج للاستقواء انت محتاج ان النصريين او يبقى ليوم ممثل ممثل اه والليبراليين والدولة يعني اذا اعتبرت اللي هو الفريق شفيق او عمر موسى او يعني واحد واليساريين يمثلوا بواحد والاسلامين في الحالات اللي هي استثنائية انت مش مش في انتخابات رئاسية طب ده ده عكس لحضرتك ايه انه احنا مش قدم طيار واحد لا وليكن بس مشكلته انه عمل ارتباك وصلنا للجولة التانية انه حصر المصريين في يا كذا يا كذا واحنا عيشنا المرحلة دي طبعا وطلع اللي هم عصروا لمون واخبالك يعني يا اما كذا طب اذا كان اصلا فلسفة 25 يناير قيمة على انه في موقف ما من الحزب الوطني وفي موقف ما من الطيار الديني المتشدد بشكل او باخر يعني اذا انت وكأنك فاصبح رمزين ما خرج ضد المصريين هما اللي موجودين بالزبط هي دي يعني شئنا ولم نشأ بس كان في حاجة قبل انتخابات معلش انا يعني هتطر اقطع الاسترسال لانه حدث ما اوضح نية جماعة الاخوان فيما يتعلق بمحاولات اللي هو الجامعات السية للدستور وحضرتك كان ليك يعني هنا تصور فيه الجامعات السية اللي كانت في يونيو مظبوط ال-2012 يعني دي ما كملتش لم تستكمل اه لانه هو كان البرلمان فقالوا انه البرلمان يختار 50% وال50% يختاروا 50% التاني يعني شهدتك برضو على هذا الحدث وهنرجع تاني اوكي انا اشكرك انك انت لانه ده حدث مهم بتاريخ مصر اه تجربة الوفاق القومي وكانت ماشية انا رأي انها كانت مميزة جدا لغاية لما وصلنا وصيخ علي السلمي التجربة دي مشكلتها انه خلوا الاغلبية البرلمانية اللي هي الاغلبية الاسلامية هي التي تشكل اللجنة الدستورية اه لجنة التأساسية وبالتالي لما جم يشكلوا اللجنة التأساسية عملوها بالمعنى وفق الانتخابات البرلمانية محاصصة اذا استخدمنا التعبير اللبناني المحاصصة في اللجنة الدستورية نسب ما هكذا تكتب الدستور وانا يعني انا مش دستوري بس اضطرت اذاكر في القانون الدستوري وعملت دراسة في ذاك الوقت وطلعت على تجارب دستورية في دول مشابهة فوجدت انه من اخطر ما يمكن عمله في اعداد الدستور انه يبقى فيه اغلبيات اعدادية ما هكذا تكتب الدستير تكتب الدستير بالتوافق يعني ممكن عنصر واحد يمثل طيار وانتهى الموضوع التجربة الاسبانية على سبيل المثال التجربة التشيلية على سبيل المثال الى اخره فاشكاليتها انه البرلمان لان فيه اغلبية من نوع معين من لون معين فجابت اغلبية في الدستورية طيب نفترض انه احنا في نص دستوري اختلفنا عليه هنعمل ايه تصويت تصويت فهم اغلبية عددية انتهى الموضوع يعني مجال النقاش وده كان بيحصل بعد كده لما ام شكله فدي كانت مشكلتها واحنا انا كنت من الاسماء المرشحة يعني عينت بالفعل في الهاية التأسين بس انا اعترضت عليها من اليوم الاول وكتبت استقالة انا والدكتور عبدالجيل مصطفى والدكتور جابر جاد نصار والدكتور سعاد كامل من جامعة القاهرة اه وانا ومشتركتوش خمس سطور يعني كان محتواهم ايه فينا سكت تعبرين اذا ارجع جاز ان انا اقول كده فكرة دستور الغلبة وشرعية الاكراه ان هذه اللجنة دستورية اذا ستنتج دستور للبلاد سيكون شئنة او لم نشأ في شبهد في شبهد انه في شرعية الاكراه نظرا للاغلبية ودستور الغلبة ودستور الغلبة الغلبة لانه انت هتفرض عليها نصوص انا ربما ما تكونش موافع عليها في الوقت دا تحورت مع حد منهم محد من قيادات القيار قيادات الجماعة كسرين على سبيل المثال وقلنا لهم يا جماعة خلوا الدستور ما يبقاش يعني يعني بالنسبة والتناسب حسب خلي البرلمان دا موضوع لانه انت خلبت تنافسية في الشارع من انما اللجنة الدستورية توافقية دا فلسفة الدستور فلسفة وضع الدستور في العالم هو التوافق لكن ما كانش فيه تجاوب او استجابة منهم هم قرروا يكملوا بهذه الروحية وانا الحقيقة انا استقلت من اول يوم وكان فيه ضغوط شديدة ان احنا نرجع انا الوحيد تقريبا اللي مرجعتش الوحيد لانه في سبتمبر اعظن الدكتور جابر جاد رجع عادل والدكتور عبدالجليه انا قلت لهم رغم ان انا بعد كده تعينت بعد كده بس انا قلت لكن استقلت من اليوم الاول وقلت ده وكتبته وخاصة انه لما قابلت رئيس اللجنة الدستورية تلطفا حاول يقول ايه وجودك مهم مش بس كده قال لي انه الكتابة الدستورية احنا مش هناخد وقت كتير احنا يعني وشبه بدولة ما يعني في مكان ما قلت له بس ستة نصف شهر احنا مصر مصر وراها تراث دستوري من ايام شريف باشا صحيح اه في حارة الدستورية وطاريخ البرلماني ودستوري قديم قصة معقدة وما ينفعش ما تقول ليش دستوري يتعمل في 48 ساعة ولا في ايامه ده الكلام انا لا اقبله وغير ما وكتبت الكلام ده عشان يعني كتبته في في الصحف وقتها ما هكذا وحتى سميه هما طلعوا طلعوا بدستور اظن مفاجئ لو دستور منتصف الليلة او حاجة او ده بعد كده في ديسمبر بعد ديسمبر عايزة اقول ده المواقف الكاشفة مواقف كاشفة وكان ممكن يعني تنازلات بسيطة كانت تخلي الامور افضل وابسط وافضل من كده طيب خلينا نرجع بقى للانتخابات انتخابات 2012 وقت حدرتك بتكمل انه يعني تم القفز على هذه الانتخابات الجولة الاولى كانت جولة تعبر عن الحالة المصرية بألوان الطفل المختلفة شئتها ولا امتشق شئتها بتكلم عن ملايين الاصوات لاشخاص مختلفين تختلف تتفق معاهم ده موضوع تاني اي ان كان رأيك فيهم لكن فجأة انت تبقى قدام يا سين يا صاد يعني حتى في دعوة اغتمت يعني احنا نمتنع عن التصويت عن ذاك واخبة والمناسبة الامتناء عن التصويت ما كانش سلبية لان اكتشفت ان انت عندك كتلة تصويتية ممتنعة تساوي التصويت اللي تم لاحد المرشحين طب انا هسألك في مساحة خاصة حديث الاقباط في هذه الانتخابات قبل يعني عندما كان هناك اختيار بين عدد من المرشحين انا فاكر انه في احد المرشحين قال في نوع من يعني تحدي الاخوان او في نوع من انه رصد مخاوف الاقباط فقال انه انا يعني لما هابا رئيس مفيش ابطي هيفكر انه ياخد الجواز سفر ويمشي لما بقت الحكاية محصورة ما بين اتنين ثم اصبح الرئيس اخوين يعني احديث الاقباط كيف تصفه المناقشات كانت عالة كان فيه قلق المخاوف كان فيه قلق وكان فيه توطر لشك واخد بالك ان الفترة دي غابة عنها البابا شنودة او وفاته فهي اختفت مارس قلقة بشكل ما وهنا لابد من الاشادة بالانبا بخوميوس كان لوقائم مقام لانه لالتاريخ انا اقول هذا وهذا الرجل استثنائي يعني انا بقول هذا الرجل كان ممكن يكلمك في التليفون الصبح ساعة 8 الصبح رأيك ايه في الموضوع الفلاني ويستشير كاثرين واخد بالحضرتك المرحلة لان المرحلة كانت قلقة وحرجة ومتوترة وفيه خوف من المستقبل وعدم يقين ومصر سؤال اللي انت كنت تتكابل فيه هي مصر الريحة الفين يعني اي موضوع يتفتح هي مصر الريحة الفين فهي الفترة كانت مقلقة قلقة وبالتالي طبعا لكن كمان في طيار احنا كنا يعني ازعم انه طيار اللي هو يعني ما هو الناس هتعيش هنا وحتشتبك وبتاكن يعني الفلاح وغير والعامل والمهنيين طبما هدول مع الواقع بدرجة وباخرى طب حضرتك جربت الحوار قبل يناير طيب رصدت خطاب الاخوان عن الاقباط ازاي يعني سواء في الحمالات الانتخبية بتاعتهم في حديثهم في اجاباتهم على الاسئلة كان ايجابي وكان فيه وعود لانه اولا كان فيه التزام دي معلومة مهمة كل المرشحين كان فيه التزام بفكرة وجود فريق رئاسي فيه الوان الطفل مختلفة ودي انا فكرة كنت كاتبها كمان في 2006 او 7 فيه كتاب اسم المواطنة والتغيير يمكن بعد انتخابات الرئاسية بتاعت 2005 ايما بار فقلت فكرة الفريق الرئاسي دي او الانتقال من مرحلة الرئيس الاب الى الرئيس المؤسسة ولازم يبقى فيه تنوع سنة الحياة وتطور فكان فيه التزام من الجميع بوجود فيه فريق رئاسي فيه فريق رئاسي ويبقى فيه نواب نواب للرئيس او مساعدين لا ما هيدي بقى برضو لقطة تانية نقولها لكن خلينا فيه اه لكن خلينا فيه في الرصدك انت للخطاب انت قلت انه خطاب ايجابي لانه انت خلينا سياسي تطميني سياسي في لحظة ولم اختبر لم اختبر طبعا هو عند اول اختبار هو كان لما جينا نتكلم على فريق الرئاسي والنواب اه بعد ما كان فيه التزام بفكرة النواب نزل من نائب الى مساعد اه فده او لكن اه وجودهم في الكنيسة اه يعني فيه الصور الشهيرة بتاعت وجود مرسي والكتاتني وهما بشاركوا فيه الاحتفالات بتاعت الكنيسة انت رصدت الصورة دي ازاي يعني قبل ذلك ما كانش حد منهم لا موجود يعني انا يعني لو مواطن عادي اراها ببساطة شديدة جدا انك انت عندك بغض النظر عن الوزن النسبي للقاباط في مصر اي ان كان عددهم بس دول ناس يعني مش وافدين مش جالية فعيه دول مواطنين عايشين لهم مصالح وحياة وعلاقات وكذا يعني محتاج تتعاطى معهم يعني مش ماقول حتى تتعامل معهم بمنطق حسن البنة عند الضرورة في مناصب غير الولاي عند الضرورة عند الضرورة لا يمكن وإلا تبقى يعني تبقى حاجة يبقى ردة إلى ما قبل ويبقى ما عندكش انت الرؤية التي تستطيع فيها انك انت تكون خطوة إلى الأمام واخد بالحضرتك ولكن لكن احنا رصدنا وقتها انه في عدد كبير جدا من الأقباط كان خلاص بيفكر في الهجرة وانه مش هعود في مصر يعني برضو رصدت حضرتك ده ازاي يعني لديك اكيد حكايات كثيرة في هذا الموضوع بس انا اقول لك ان الطبقة الوسطى المصرية للغالر دي قاعدة عمود الفقر مسلمين المسيحيين قاعدين يعني اللقبات نسبة كبيرة منهم ينتمونا إلى الطبقة الوسطى بشريحها بدرجة وباخرى ممكن يكون حصل تغيير في الفترات لكن انا بقولك يعني ما تقدرش تقول ما كانش ده مش متاح للجميع انك تترك البلد يعني مسألة مش ممكن يكون فيه شراحة والدكتور ميلاد له أصل مقولة ميلاد حنال رحمه الله سابقة سابقة بمبكرة بعد الثمانية وتمانين لكن ميلاد نفسه بعد الثمانية وتمانين بعد الثمانية وتمانين اخوان البرلمان انا هاخد بعض يومش بس دكتور ميلاد نفسه رغم من هذه المقولة هو نفسه اشتبك في الحياة اليومية مع الاخوان هنا وهنا وعاش وكمل إلى أن توفاه الله في 2011 أو 2012 لكن هو رغم المقولة والخوف اللي ممكن يعلن لكن كمل وكمل واشتبك كمل ومارس الحياة لكن فيه أسر أبطية كثيرة أو أسر أبطية خرجت من مصر بعد وصول حال ممكن يكون ميسورة الحال شوية عندها فوائد مالية بشكل أو بآخر كان رد الفعل من بره يعني أنت حرك ملتحي بالعالم طبعا فيه ردود الفعل اللي ببره المهجرية طبعا دايما عندها حالة توتر زائد للأوضاع في مصر حتى في أيام التوترات الدينية في السبعينات التمانينات التسعينات وخاصة أنه أحيانا الدولة بتتأخر في يعني في علاج بعض الأمور اللي هي البسيطة كان ممكن تتعالج مبكرا بطريقة بسيطة يعني فطبعا ده كان بيدي دايما فرصة لي أنه للإصارة وكذا إلى أخير لكن أنا دايما أنا شخصيا رهاني هو الاشتباك في الداخل بأشكاله المختلف أن تشتبك في الداخل أنه المعركة هنا جوه مش برا يعني يقينا طيب هنوصل ليه أنه خلاص وصل محمد مرسي الحج وبدأ يتكلم بقى عن مستشاريين وعن فريق رئاسي حضرتك خرجت من منصيبك كنائب لمحافظة قاهرة وتم اختيارك مساعدا للرئيس للتحاول الديمقراطي مظبوط هل كنت بتقول أنه التصور بتاع البرنامج البرنامج اللي هو الفريق أنه يبقى نائب نائب بقى إزاي بقى نزل أو تحدث هذا التغيير وظروف اختيار حضرتك وإخبارك حصل كان فيه أكتر من مرشح أكتر من اسم فيه أسماء قالت لا أنا لن أتعاوم مع الإخوان من البداية من الأول بالرغم أسماء من الأقباط من الأقباط من البداية هو فيه الحقيقة اللي كان مطروح عدد قليل من الأسماء مش كبير لكن بعضهم قال أنا لن أتعاوم مع الإخوان أخذب في الاعتبار أن بعضهم كان يضغط علي أنا شخصيا عشان تقبل عشان أقبل فيه أعود للجنة الدستورية آه تمام يعني أنا لن أسكر أسماء بس دي ممكن تيجي في وقتها يعني ودي مفارقات الواحد برضو شافها في الحياة الحياة السياسية المصرية الظريفة يعني يعني في الوقت اللحظة اللي أنت بتقول أنا موقفي كذا من اللجنة الدستورية ولو منطق تيجي لك ضغوط من بعض الناس مسلمين أو أقباط لبراليين كمان للعودة إلى اللجنة الدستورية وتحاول تقني يا جماعة مش هينفع بعض الأسماء دي كانت مرشحة للمنصب ده لكن لسبب أولا آخر قالك لا أنا مش هتعاون مع الإخوان أنا قلت عشان تبقى سابقة وأنا استشارت الناس كثيرين وأنا عندي خبرة في التعاطي مع الإخوان هي دي مسألة برضو لازم مهمة يعني فيه تاريخ وأنا مش مفرط يعني لست مفرطا عشان يكون مساء الواضحة يعني بمعنى أن أنا مش ماضي على بياض وأنا هنا برضو مش برضو للتصويب والتصحيح أنا قلت وقتها أنا جيت لمرشح رئاسي المنتخب مين لونه ده قصة أخرى وإذا لم يكن رئيسا لكل المصريين خلقت كل سنة وأنت طيب والسلام عليكم يعني ما عندش رأس ده كانت سوابة الأساسية السوابة الأساسية قابلت على أساسها المنصب بس تبقى سابقة تبقى نقلة في التحول الديموقراطي المصري تبقى تبقى قول كيفه ما شير وأنا هنا يعني استه طيب ليه قابلنا لأنه برضو قلنا إذا مساعد ده برضو منجز آه يعني لو لما نزل من نائب لمساعد بس هو إنجاز آه إنجاز في تاريخ مصر السياسي لن ينسى وحيخش التاريخ بغض النظر عن من الذي كان في السلطة أخذ بالحضرتك كان مين اللي كلمك لل يعني آه للحكاية للمنصب يعني دكتور مرشي شخصيا كلمك آه آه وأنا رأيت قابلته وهو يكاد يكون يعني يعتذر أنه يعني لضغوط ما يبدو في إطار الطيار الديني في إطار عمو إنه كانوا رفضين إنه يبقى فيه دي مسألة يفرضين نائب رئيس نائب آه فقالوا تبقى خلية مساعد آه تبقى مساعد والمساعد في الجهاز الإداري يعني نائب رئيس نائب رئيس وزراء لمناسبة وانا استشارت ناس كثيرين من اللي لهم باع قال ومار وإحنا مفيش حاجة هنخسرها كان الحوار اللي ضربينكوا إيه لما تقابلته طبعا أنا عرفه من وقت بدري من سنوات طويلة يعني من خلال العمل السياسي لا أنا كأرأيي أنا أحتاج فريق رئاسي وزي ما وانتو فيه ضغط من كل القوة السياسية على فكرة الفريق الرئاسي بس انت عارف بقى موضوع نائب ده حيبقى فيه صعوبة وانا لقط الحكاية على طول انه فيه ضغط فيه ضغط فيه داخل الطيار الديني في عموم الطيار الديني انه ما ينفعش يبقى نائب فيه يبقى مساعدة لانه نائب ده معناه يعني في لحظة ما هو الرئيس مثلا يعني اللي هو مناصب يعني مناصب العليا وما اعتبروا المساعد منصب إداري منصب إداري والهيكلية بتاعته ده جهاز هيكلية كلمته عن السوابت اللي انت قلت له قلت له قلت له انا مش حابب يعني انا ما اجي هنا احب امثل كل المصريين وانا يعني مش ان انا ابطي بمعنى الديني انا راجل اوسع من كده وماش دي اوسع من كده انا عندي ميليا ساري وملف بتاعي احب ان انا ااخد ملف لا وانا انا جنسيتي مصري مصري بقى مسلم يعني بعض القواعد ودي قلتها وكتبتها انا كنت بحاول اكتب كل ده دايما يعني ففكرة ان انا ااخد ملف معني بيه كل المصريين يعني ما فكرة تحول الديمقراطي وكانت قضية مصارى انا ذاك وعملنا شغل بالمناسبة فيها يعني والدول الاخرى يعني اسبانيا على سبيل التحديد خدت الحكاية جد واتحت لي فرصة للدراسة انا احنا هنيجي للتجربة لتجربة الشغل لكن انت لما قلت له السوابت انت هتشتغل عليها بالتمام طبعا وهو وعد وعود كثيرة عشان يعني وعد وعود كثيرة يعني يبدو لي انها كانت اكتر من صلاحياته من صلاحياته ولا من قدراته هو ما هو معاكل صلاحيات مفروض قدراته صلاحياته قدراته او صلاحياته لا صلاحياته هي يبدو كانت في مكان تاني في مكان تاني انا معرفش فين لكن ايه اللي خلينا اقول كده بس نقدر بالتخمين يعني اه يعني شوف بقى فين اه ايه اللي خلاكتول كده لانه هو تبرع بوعود كثيرة انا لو رئيس دولة او رجل سياسي يعني السياسي بطبعه مش لازم يوعد يعني او سقف الوعود مش لازم يكون عالي يعني انت ودي مهارات السياسي ازا ايه لعود اللي تستطيعان المهم هو عمل سقف وعود كبيرة حقيقة كبيرة جدا ويخليك تتحمس يعني اه وبعدين تفاجأ انه لم ينفس فيها شيء من هذه الوعود على مدى شهر شهر ونص شهرين احنا بتتكلم من اغسطس 27 على سبيل المثال انه مكتب المساعدين هيبقى جنبي هنا روحتو سكرتاري روحنا مكتب رئاسة الحرس الجمهوري في شارع احسان عبدالقدوس يبعد عن الاتحادية عشر ديائق اه اه او ربع ساعة او حاجة ده مسلا سبيل المثال ده يعني ابسط حاجة وهو ما عندوش عندوش القدرة على ان ينفس قراره انتو هتعودوا فين وما كانش مقبر انه يقوله لي من نفسه هتعودوا جنبي وبعدين ما عرفش يقعدكم كمساعدين احنا 27 اغسطس 2012 تم تعيينة مساعدة اشتغلت بقى سبتمبر سبتمبر اكتوبر وفي نوفمبر 2012 قدمت استقالتك طيب خلينا نتوقف في هذه الحلقة عند النقطة دي ونستكمل هذه الشهادة في الحلقة القادمة شكرك شكرا 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 الدكتور سامير بورقز شكرا وشكرا لحضراتكم نستكمل هذه الشهادة في الحلقة القادمة وعدت انك هتكون في قصر التحدية الى دوار الرئيس لكن الرئيس لازي وعب لم يتمكن من يعني تنفيذ هذا الوعد دي مسائل طبعا انت كأنك اقمت دولة موازية يعني كيفرجية عريقة انا لما قدمت حضرتك قلت انه يعني اقتربت علي خدست راجع عن الالتزام بالوعود كيف كانت تدور الامور لقيت الاعلان عن الاعلان اللي يشترك عضرتك بقى جينا في نوفمبر قررت استقليص دي حيسمي اجابة انقص فيها كل الوان التفل المصرية على تقنقضاتي ده مين اللي هتديدك ده فرح عندي مبدأ في حياتي انه انا لا اتكلم عن مصر او اي حاجة ضد مصر عموما برا مصر مؤلم بالنسبة اه طبعا اشتركوا في القناة